بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوة تجمل ترحيب مع لقاء الإربعاء هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات حياكم الله مبارك فيكم نبدأ بتفسير الآيات المباركات من سورة الأحقاف في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنامت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من جملة الآيات التي يوصي الله جل وعلا فيها بحق الوالدين لما للوالدين من الحق العظيم على ولدهما فيجب على الولد أن لا ينسى ذلك ولا ينسى ما بذلاه له في حال صغره خصوصا ما بذلته أمه من المشاق في حمله في بطنها وإرضاعه في حجرها مع ما قاسته من ألم الولادة وخطرها وغصينا الإنسان بوالديه إحسانا أن يحسن إليهما أن يحسن إليهما إحسانا حملته أمه كرها يعني مشقة عانت من المشقة في حمله ووضعته كرها أي وعانت أيضا من المشقة والخطر عند ولادته وخروجه من بطنها ثم لم يقتصر الأمر على ذلك بل إنها قامت بحضانته وإرضاعه مع ما سبق من الحمل والولادة ولهذا ولهذا قال سبحانه حمله في بطنها وفي صاله أي إرضاعه وتربيته ثلاثون شهر في الآية الأخرى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا أخذت الحولين وهما أربعة وعشرون شهرا يبقى ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل ومن هذه الآية استنبط العلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر في أقل مدة يعيش فيها المولود إذا خرج من بطن أمه حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده قوته كان ضعيفا ثم إنما وترعرع فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والأربعون السنة هي كمال الأشد وكانت الأنبياء عليه الصلاة والسلام يبعثون لهذه المدة لمدة أربعين سنة إذا بلغ عمره بعمر النبي أربعين سنة فإن الله يبعثه نبيا ورسولا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة دع الله سبحانه وتعالى وتذكر إحسان والديه إليه قال ربي أوزعني أي منع علي ووفقني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك المنعم الأول هو الله سبحانه وتعالى ثم من بعد الله يأتي إنعام الوالدين على الولد ولهذا في الآية الأخرى أن يشكر لي ولوالديك يشكر لله أولا لأنه هو المنعم المطلق ثم يشكر لوالديه ثانيا لأنهما أنعم عليه بالتربية والمراعاة حين كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يقدر على شيء قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والنعمة التي أنعمتها على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي وفقني وأوزعني لأن أعمل صالحا بطاعتك ترضاه عني هذا دعاء عظيم ودعاء مبارك ثم قال وأصلح لي في ذريتي وهذا يدل على أن الوالد يشرع له أن يدعو لذريته بالصلاح والاستقامة وهذا من أوضح المعروف من الوالد على ولده أصلح لي في ذريتي قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصنا الآباء شيئا لما ألحقنا بهم الأولاد في درجتهم أن هذا تفضل من الله لأجل أن تقر أعين الوالدين بأولادهما إذا كان في منزلة واحدة في الجنة ثم قال إني تبت إليك لما كان الإنسان عرض للنقص والتقصير في حق الله وفي حق والديه فإنه يستدرك هذا بالتوبة إلى الله إني توت إليك وإني من المسلمين ينتسب إلى المسلمين ويتبرأ من الكفار وهذا هو أصل الولى والبرأ فالمؤمن يكون مع المسلمين ويحب المسلمين ويبعد عن الكفار ويبغض الكفار فرارا بدينه وكراهية لدين الكفار ثم قال جل وعلا مخبرا عن استجابته لهذا الدعاء العظيم أولئك الذين ونتقبل عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا نتقبل عنهم أحسن ما عملوا تجاوز الله عنهم ذلك وأحسن معناها العمل الحسن ليس هناك طرف مقابل فتأتي أفعل التفضيل ليست على بابها بل هي بمعنى الحسن والأفضل تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم لما كان الإنسان حرض للسيئات والنقص فإن الله تفضل عليه بأن يتجاوز عن سيئاته ويغفرها له لما إن أنه دعا الله جل وعلا وأقبل على الله أحسن إلى والديه فإن الله يتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أي ندخلهم مع أصحاب الجنة في الآخرة وعد الصدق الذي كانوا يعدون هذا وعد من الله سبحانه وهو أصدق القائلين ولا يخلف وعده سبحانه هذا فيه فضل الإحسان إلى الوالدين والبر والبر بهما والدعاء للذرية بالاستقامة والصلاح ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق وعد من الله والله لا يخلف وعده الذي كانوا يعدون هذا كله عاقبة وجزاء وثمرت الإحسان إلى الوالدين لكن لا ننسى أن هذا لا يكون إلا مع صلاح الوالدين واجتهادهما مع الولد في التربية والتعليم المحافظة على طاعة الله تنشئة الأولاد على طاعة الله حتى يتأهلوا لهذه المرحلة وينالوا هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المقابل وهو الذي عقى والدي ونسي معروفهما والذي قال لوالديه أف لكما يتضجر من والديه أف كلمة تضجر قد نهى الله عنها في حق الوالدين فقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج يعني من القبر وأن أبعث بعد الموت فهذا شيء مستحيل في نظره لأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى أتعدانني أن أخرج قد مضت القرون من قبلي هذا كقولهم ائتوا بآبائنا الأولين والله قادر على أن يأتي بآبائهم الأولين لكن ما حان الوقت الذي يبعث الله فيه الأموات وتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله يستغيثان أن لا على هذا الولد الذي فرط من أيديهما وأنكر البعث وهما يستغيثان الله ويقولان لهذا الولد وإلك كلمة عذاب وتهديد آمن آمن بالله وبوعده إن وعد الله حق وإلك آمن إن وعد الله حق يعني لا تكذب بوعد الله عز وجل فيقول جوابا لذلك ما هذا إلا أساطير الأولين هذا الذي تخبرون عنه من البعث والنشور والجزاء والحساب إنما هو من أكاذيب الأولين يستبعد ما أخبر الله به وما أخبرت به الرسل من البعث والنشور والجزاء والحساب ما هذا إلا أساطير الأولين قال الله جل وعلا أولئك الذين حق عليهم القول أي انطبقت عليهم العقوبة التي توعد الله بها من تمرد عن طاعته وعصى والديه ولم يبر بهما فالله جل وعلا ينتقم منه ويريه ما أنكره يريه ما أنكره حين حين لا ينفع هذا الولد العاق والمستكبر أن لا ينفعه الندم فالله جل وعلا توعد وحق عليهم القول في أمم من الكفار انضم إلى صف الكفار والعياذ بالله قد خلت من قبلهم من الأمم إنهم كانوا خاسرين خاسرين آخرتهم لاهين بدنياهم معرضين عن البعث والنشور نسأل الله العافية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات الطيبات المباركات أذكر الإخوة واللقوات بتلفون البرنامج الذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا 011 80 88 30 011 80 88 30 نبدأ بالإخوة واللقوات عبد الله من جدة معنا على الخط فضل عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ أبغى أسألك شغال في الوالد عندي سار بينها والوالد مشكلة وقالت إنه لو ذهب مع شخص من أحد زملائه لو ذهب معه فهو حرام عليها كأبوها يوم حرم عليها فإيش الفتوى في هذه يا شيخ دعاك الله خير وهو ذهب معه نعم ذهب معه عليه أنه يسأل القاضي أقرب محكمة إليه يسأل القاضي عن هذا التحريم وما يترتب عليه في ارتداد عبدالله عبدالله تكسر التلفزيون شوي لأن في ارتداد عندنا صدع طيب اكسر التلفزيون هي شيخ فيها السؤال الثاني نعم أنه قد حلفت تقريبا ثلاثة أيمان وما حوفت الأيمان هالي وش ترتب عليها يا شيخ تسأل عنها القاضي مع هذا السؤال الأخير تسأل عنها القاضي وإن شاء الله القاضي يدلها على الصواب نارك الله فيك شكرا يا عبدالله هذا السؤال أبو عبدالله يقول شيخ حفظت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر هل يعني ذلك يا شيخ صالح في أنه يشرع لي أن أقول بسم الله في كل عمل أقوم به سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العادات كل أمر ذيبال أي مهم كل أمر ذيبال يعني مهم فإنه يستحب أن يبدأ عند الشروع فيه ببسم الله من باب الاستعانة بسم الله على هذا العمل الذي يريده ومن باب طلب البركة يتبرك بسم الله عز وجل فتستحب البداء ببسم الله في الأمور المهمة في الأمور المهمة كالأكل والشرب والأخذ والأهوى ودخول المسجد والخروج من المسجد وأهم ذلك أيضا قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيبدأ ببسم الله في الأمور المهمة من أمور الدين وأمور الدنيا نعم أيضا هذا سائل آخر يقول الشيخ صالح متى يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله ومتى نقول بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره نعم متى ما جاء أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وهو فعل خلاف ما أمر به فهذا يحمل على أن الأمر في حقنا فعلينا الامتثال وأما كونه صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا قول والقول الثاني أن يحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي فعل خلافه يحمل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب نعم منصور من الخرمة معنا على الخط فضل يا منصور السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله عليكم السلام السلام عندي سؤالين شيخ تفضل شيخ ما حكم من يثير الفتن في هذه البلاد ويظهر للناس عيوب الولاء والوزراء ويعلن الإنكار على الأمراء والوزراء ويدعو إلى الإنكار الجماعي هل هذه طريقة السنة أو طريقة الخوارج شكرا هذا خطأ هذه طريقة الخوارج الذين يريدون شق عصى الطاعة وتفريق الجماعة وإثارة الفتن في المجتمع فهؤلاء آثمون والواجب أن المسلم يكون سامعا مطيعا لولي الأمر في غير معصية الله وأن لا يثير الفتن ويتنقص أمور المسلمين أمام الناس ويأمر بالمظاهرات المظاهرات هذه يترتب عليها فساد وإتلاف أموال وقد يكون إزهاق أنفس وقتل فليست من المظاهرات ليست من مظاهر المسلمين ولا من عمل المسلمين إنما وافدة علينا من غيرنا أما المسلم فإنه يسمع ويطيع في غير معصية الله ولا يثير الفتن بل يأمر بجمع الكلمة والسمع والطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقبل هذا يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة فالذي يجب هنا هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن الخلاف الذي بيننا نعرضه على الكتاب والسنة فنأخذ من الكتاب والسنة ما عليه الحق ونترك ما خالفهما نعم فضيلة الشيخ حدثونا عن فضل اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتلاحم والأثر المترتب عليه نعم جمع الكلمة والاتحام صف بين المسلمين ترتب عليه مصالح عظيمة ترتب عليه مصالح هيبة المسلمين وهيبة وليامر المسلمين وقيام العدل وإقامة الحدود التي بها أمن المجتمع العمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكم بين الناس بما يزيل الشقاق ويعيد الحقوق إلى أهلها كل هذا يترتب على اجتماع الكلمة وعلى احترام مولاة أمور المسلمين والعيوب قل من لا يكون فيه عيب ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله فالإنسان بشر فلا نلتمس عيوب بولاة أمورنا ولا نندد بهم هذا نظام جاءنا من الكفار تنديد بولاة الأمور علانية والمظاهرات وما أشبه ذلك هذا خروج عن الطاعة ومعصي لي ولي الأمر ويترتب عليه مفاسد عكسية نسأل الله العافية نعم أحسن الله إليكم أبو فهد من نجران تفضل يا أبو فهد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام كيف حالك يا شيخ هياك الله يا شيخ ترافير ارتداد طيب قصر التلفزيون شوي قصر التلفزيون شوي تفضل كيف قصر التلفزيون شوي في ارتداد أقول حكم بيع الفلوس بفلوس يعني مثلا أحطني واحد فلوس ويعطني على حجوة حجوة تزود هذا طيب خلص شكرا حكم الفلوس حكم النقود فإذا بيع شيء منها بجنسه فإنه يجب فيها التساوي ولا تجوز الزيادة أما إذا بيع بغير جنسه فلا باس بالزيادة ولكن لا بد من التقابض في المجلس لأن حكم الفلوس حكم النقود حكم الذهب والفضة نعم على الصحيح نعم طيب نذكر الأخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلته أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكونوا بعيدين عن جهاز التلفزيون حتى ما يكون هناك تردد وصدى بيننا وبين المتصل هذا سائل يقول يا شيخ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث هل يقال هذا الدعاء عند سماع الإقامة لأنه يقال له آذانا نعم إذا قال عند سماع الإقامة فخير لأن الإقامة آذان نعم سؤال آخر يقول السائل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث فهل يفعل هذا فيما إذا ولغ أحد السباع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كلبا بلا شك أن ما ولغت فيه الكلاب والسباع أنه ينفذ فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السباع كلاب هي نوع من الكلاب فينطبق عليها الحديث الشريف نعم ناصر تفضل من الرياض معنا ناصر نعم تسمعنا عبر الهاتف يا ناصر أطرح سؤالك حفظك الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤالين يا شيخ تفضل السؤال الأول نعم هل الأسباب تمنح الأقدار طيب يجاوب الشيخ الأسباب يا أخي مقدرة ما تفعل سبب إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى والأسباب النافعة يجب الأخذ بها مع الإيمان بالقضاء والقدر لا تنافية بينها يا أخي لا بد من فعل الأسباب النافعة مع الإيمان بالقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم السؤال الثاني ناصر ماذا يا شيخ إذا منعت السبب يمنع القدر أم لا يمنع يا أخي السبب مقدر السبب مقدر لا يخالف القدر أبدا نعم طيب السؤال الثاني يا ناصر وأنا أوصيك أنك ما تسأل مثل هذه الأسئلة ليس لك فيها مصلحة اسأل عن ما يهمك في أمور دينك ودنياك طيب نعم بارك الله فيك شكرا للمتصل يقول الشيخ السائل إذا صليت جالسا فهل الأفضل أن أومي بالسجود أو الأفضل أن أسجد على الأرض إذا كنت استطيع السجود على الأرض فيجب عليك ذلك لأنه هو الأصل فإذا لم تستطع السجود على الأرض فإنك تومئ برأسك تخفض رأسك للسجود تقول سبحان ربي الأعلى وتدعو بما يسر الله لك نعم هل الأجر المترتب يا شيخ يقول السائل على المصلي جالسا مثل الواقف إذا كان عنده ظروف وألم في مفاصله في الظهر نعم إذا ترك القيام في الفريضة لعذر إذا ترك القيام في الصلاة المفروضة لعذر فله مثل أجر القائم لأنه لم يترك القيام إلا لعذر والمعذور إذا صلحت نيته فإنه ينال أجر غير المعذور في العبادة والعمل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا في الفريضة أما النافلة فإنه إن كان معذورا وصلى جالسا فله الأجر الكامل وإن صلى مع قدرته على القيام فهذا جائز ويكون له نصف الأجر نصف أجر القائم نعم طيب معنا أبو فيصل من أبهى لو سمحت تسمعنا عبر الهاتف يا أبو فيصل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام بركاته أحفظك ورحمة الشيخ ورحمة الله أن يسددك في القضي والعمل آمين 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 السؤال الأول ذهبت للعمرة مع والدي وقد توفي بعد ذلك لكن أدركنا المطر بعد الدخول في النسو بعد الحرام فتوكفنا في ضواحي مكة وكان الجو منطر فوضعنا بعض المخيط على على الرأس عما تألم منه في حين أو لضرورة يعني للمطر وقد كان والدي متقدم في السن وذهبنا واتينا بالعمرة وحتى الآن لم ن لم نكن بعمل شيء أو فيها سمال حكم طيب يجاوب الشيخ الحكمة العمر الصحيحة والحمد لله فإذا كنتم وضعتم الغطاء على رؤوسكم وأنتم محيمون من غير العذر ففيه فدية خير فيها بين لبحشات في مكة اشجعها على الفقراء أو اطعام ستة مساكين في مكة أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان أما إذا كنتم أما إذا كنتم معذورين إذا كنتم متعمدين لغطاء الرأس من غير أضحاجة فهذه الفدية التي ذكرناها إذا كنتم متعمدين لذلك من غير عذر فعليكم الفدية التي ذكرناها أما إذا كان جهلا منكم أو نسيانا فليس عليكم شيء الواجب أن تزيلوا الغطاء إذا تذكرتم أو علمتم بأن هذا لا يجوز أزيله في الحال وليس عليكم شيء فهذا يرجع إلى فعلكما ماذا فعلتم هل رفعتم الغطاء أو بقي الغطاء طيب السؤال الثاني مختصرا لو سمعت لا خله يكمل طيب طيب يسألك الشيخ وضعنا الغطاء وبعد زوال يعني المطر رفعناه يعني وضعناه ثم رفعناه وضعته للعذر ولا ناسين لا للعذر يا شيخ للمطر للمطر حط المطر عليكم الفدية كما ذكرت لك الفدية التي ذكرتها لك وإذا كان الوالد متوفى فأنت احتسب وتؤديها عنه نعم السؤال الكثير تفضل السؤال الثاني نعم أحسن الله إليك محاولة بعض الناس حجب الحقوق وعدم وصولها سواء حقوق مكتسبة بالإرف أو حق جماعي عرفي مكسوم ومعلوم ثابت لجماعة من الناس أو فخذ وعند المطالبة ولا السعي في تحقيقها والحصول عليها يكون بعض الأشخاص أو بعض من باب التعصب لحجب تلك الحقوق وأن ذلك يفير الفتنة ويرمون المطالب أمور من أمور التعصب الجاهلي والقبلي طيب وهذه معاناة حقيقة واضح السؤال ونعانيها في بعض المناطق بارك الله فيك كما رأيز رضي لكم جزاكم الله خير يا أخي يجب أداء الحقوق إلى أهلها إلا إذا سمحوا بها وإذا تلكأوا أو امتنعوا فولي الأمر يلزمهم بذلك اشتكوهم لولاة الأمور وهم يلزمونهم بذلك أو إذا كان لهم حجة أو لهم عذر فتذهبون بهما إلى المحكمة والقاضي ينظر في هذا الموضوع نعم سؤالك الأخير مختصر لو سمحت وفيصل معنا طيب طيب هذا سيقول شيخ نذر شخص إن شفاه الله تعالى أن يذبح شات ويجمع لها الأقرباء والأصدقاء من باب التقرب إلى الله تعالى بصيلة الرحم فشفاه الله تعالى هل يلزمه فعل هذا لأنه يدخل في نذر الطاعة نعم يلزمه هذا فيذبح ما نذر ذبحه لله عز وجل شكرا لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي إذا حصل له مطلوبه الذي علق عليه ذبح القربان أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول صلى مسافر خلف إمام أتم بهم الصلاة لكن هذا المسافر يا شيخ كان مسبوقا بركعتين فسلم معهم وعلم بعد مدة بأن فعله لا يصح هل يعيد الركعتين أو أربعا يصلي من جديد يعيد الصلاة كاملة من أولها نعم أبو عبد الله من الطايف تفضل يا أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عندي سؤالين يا ببدة الشيخ طالح تفضل السؤال الأول عندي ولد جاء عليه حادث ومات اللي جاء عليه الحادث معه وولد أخوي هو وبعدين تنادر عن كل شيء والصيام هو تلاقي مغلق العسرين صامت عن أمه شهرين فهل يجزي هذا ولا إذا كان بالغا ومدانا في الحادث فلا يجزي الصوم عنه إلا إذا عجز عنه عجز مستمرا فيجزي الصيام عنه أما ما دام قادرا على الصيام وهو قد بلغ فإنه يجب عليه الصيام ذلك لو مات وعليه الصيام فإن وليه يصوم عنه لكن ما دام على قيد الحياة ويقدر على الصيام فإنه يجب عليه ذلك سؤالك الثاني وبد الله السؤال الثاني طرح عندنا القبور من أول من زمان من 50 سنة و40 سنة بأ الله يعمر الله الواحد قبر ثم ينقبر فيه إلى حد 5 6 إلى حد 10 يا أخي إذا كان القبر معدل لشخص واحد فلا يجوز أن يدخل عليه غيره لأنه اختص به وصار سكنا له أما إذا كان القبر واسعا كغرفة أو سقية كما يسمون تسع لعدة أموات فلا بأس بذلك نعم يقول عبد العزيز من أثالي شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ما هي هذه الأعظم السبعة وهل المسلم إذا ترك واحدة منها فإن الأجر ينقص السبعة الأعظم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدين والركبتين وأطراف القدمين فإذا رفع واحدا منها في كل السجود ولم يضعه لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر لم تصح صلاته نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل المشتبهات فضيلة الشيخ ترك المشتبهات ماذا يشمل يشمل كل المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء ولم يترجح طرف على طرف منها هذه مشتبهة أنها حلال أو أنها حرام فيتركها احتياطا قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور متشابهات أو مشتبهات فمن ترك المتشابه فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك المسلم يتجنب الشبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام يتجنبها الزميل المخرج فضيلة الشيخ يشير بأن وقت البرنامج قد انتهى شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهوى أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد من محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد كما أشكر زملائي معي بقية الزملاء والمخرجين معي المخرج ناصر البقومي يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته